عاد الهدوء إلى مدينة الحوطة بلحج ومارس المواطنون حياتهم الطبيعية في ظل توجس من تجدد تلك الاشتباكات التي شهدتها المدينة أمس الأول بينما جميع مسلحة يعتقد ارتباطها بجماعات أنصار الشريعة وقوات الجيش التي لا زالت تتواجد في بعض ضواحي المدينة تحسبا لأي هجمات مسلحة هذا وقام محافظ لحج صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى معسكر الشهيد لبوزة بمنطقة عقان بمديرية المسيميرة وكذا عدد من النقاط الأمنية المرابطة بين منطقة العند وكرش